الله يزاش خير و الله يوم عبد المجيد إن هذه القصة القصيرة إنها رسالة للأمهات لا يستفيدون من عدوتهم مع أولادهم شيء إنما بقربهم و اجتماعهم و تلاحمهم فإنها نعمة عظيمة و كما ذكرت الصبر هو الذي يعالج قضايانا و مشاكلنا شكرا لك و الله يوم عبد المجيد أنا أقول قصة عبد المجيد هذه لا ينبغي أن تنسى تركوها أولادها و افترقوا عنها و بدأت تعاني هذه المعاناة حتى أتى بهم الله عز وجل جميعا فاجتمعوا بعد ما افترقوا يا الله و الله رسالة رسالة حقيقة مباشرة يستفيد منها الجميع طيب أعود لأمنا مم علي كبار السن تقول يحتاجون إلى الاهتمام ثم عرج التحريج هو من أهم المهمات اليوم وهو الاهتمام بالآباء و فعلا هي ظاهرة للأسف لماذا نكثر الاهتمام بالأمهات حتى في العبارات حتى في السنابات في الواتسابات الأمي لها قدر و مكانة عندي لكن لماذا أهم المقام الأب لماذا أتجاهل مكانة الأب فالأب هو صاحب الفضل هو صاحب الإحسان هو المؤسس لهذه المؤسسة الأسرية هذا الأب الذي ضحى بكل عمره و بكل حياته و بكل صحة حتى تقوم هذه الأم بولاية العهد عنه في إدارة هذا البيت لماذا يترك هو و يعتنى بالأم فقط قد يكون ما لاقاه الأب من السفر و التغرب و التعب و الألم إلى أشياء كثيرة ربما أنكم ما تحسون فيها و تحسون أن أمكم هي القريبة منكم لماذا ما فكرتم أن هذه الأم إنما هي رسول عن هذا الأب لماذا ما فكرتم أن هذه الأم تدير أمور حياتكم في شبابكم و مراهقتكم بتوجيهات من الأب بعدما ضعف هذا الأب دخلتم معاه في المعارك و التجاهل و عدم الاهتمام لذلك أنا أنصح الآباء المقتدرين كبار السن المقتدرين أن لا يبخلون عن أنفسهم لا تبخلوا يا كبار السن عن أنفسكم وفر لكم سواك و وفر لكم عامل و وفر خصوصا اللي كانوا مدراء إدارات أو تجارة و رجال أعمال أو في مناصب راقية ترى هؤلاء يتعبون أكثر ترى هؤلاء كبار السن دول يتعبون أكثر لأنك كان يعيش مرحلة من التوجيه و الأمر و التخطيط و غير ذلك من الأشياء قربوا منهم ما كانوا يستمتعون فيه إن كان لهم مؤلفات إن كانت لهم كتابات إن كانت لهم مذكرات إن كانت لهم و إن كانت لهم يا أخوان يا أخوات أما ترون الغرب اليوم كيف يعظم كبار السن خصوصا اللي لهم تاريخ سواء في السياسة أو في العلم أو في كذا التكنولوجيا أو في التقنية أو في غيرها يا أخي عندنا بعض آبائنا والله يحتاجون أن نكتب منهم مذكرات بعض آبائنا اليوم يحتاج أن نكتب منهم مذكرات لماذا تتجاهلونهم عندهم تاريخ مشرق أصبح بعض الآباء هو كظيم إذا قال الرأي نقزوا عليه عياله و صغروا رأيه واحتقروا توجيهه ترى إذا كانت ثقافتكم كتب كانت ثقافت من الحياة ترى إذا كانت ثقافتكم سناب ولا ثقافتكم تويتر ولا ثقافتكم قنوات فضائية ترى كانت هو ثقافت من الواقع قد أخذها و من التجارب قد صاغها و أنتجها و أبدع فيها إذا كنتم تحتقرون شهادته ترى شهادته كانت تعدل عشرات الألوف من شهاداتكم إذا كانت تست يعني تتجاهلون بعض آراء أو تفكيراته ترى تفكيراته هي لصنعتكم هي اللي أنتجتكم هي اللي بنتكم هي اللي قومتكم فلا تواجهونه بهذا الأمر لذلك أم علي ذكرت نقطة أيضا مهمة الاهتمام و مشاركتهم هواياتهم فعلا طلعوهم مثلا روحوا معهم و انسوهم إلى غير ذلك من أشياء هذا يصنع عندهم إبداع يصنع عندهم أنس يصنع عندهم فرحة خصوصا في بعض الهوايات اللي يريدونها و أرجع و أقول حكي بار السن تعاونوا مع أولادكم في هذا إن قال بي وديك كل الأبشر بالخير يا ولدي لا تعاندون لا ترفضون أنا أدري أنك تعبان لكن بقول لكم أمر نفسي مهم جدا يصاب فيه كبار السن و غير كبار السن و هو أنه لا يريد أحد أن يراه بضعف لا يريد أن يراه أحد بضعف فلذلك لا تدخلون عليه أحد في زيارته يراه بضعف و إذا أردتم إخراجه لا تجعلون يراه أحد بضعف انتبهوا ترى كبير السن بعض الشخصيات لا يريد أحد حتى من أولاده لا يريد أن يراه بضعف و هنا مسألة صحية أنوه لها من خلال بحثي فيما يتعلق بأسباب ما يصاب به كبار السن من اكتئاب و غيره وجدت أن جلوسهم أيضا الطويل على الأسرة أو عدم الحركة يسبب لهم كثير من مشاكل أكرمكم الله البول و غيره و تصبح الكلية حتى في شغلها و عملها لا تؤدي المطلوب فلذلك تتراكم عليهم هذه الأمور و تؤثر عليهم تأثيرات نفسية فلذلك حركتهم و فقد فتمين دال الذي بسبب عدم تعرضهم لأشعة الشمس و عدم خروجهم في تهاوي البيت و غير ذلك و فقدهم لكثير من الأنشطة سبب عندهم أيضا خمول في الغدة و سبب لهم خمول في الجسم و خمول في الصحة و هو يظن أن أكل للأدوية و من هذا القبيل يعطي نشاط هو يعطي نشاط لكن نشاط مؤقت يعطي نشاط وقتي لكن النشاط الحقيقي مفقود فلذلك لا تجعلون التراكمات النفسية عليهم تتراكم أيضا مع كبر سنهم و ضعفهم و الله جعل وعلا جعل لهم من بعد تلك القوة ضعفا نسأل الله عز وجل أن يجبر مصابهم و ألمهم و أن يشافي مرضانا و يعافي مبتلانا نأخذ هذا الفاصل ثم نعود إلى